تحت رعاية وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف مع علي الشيخ خالد بن علي الخليفة تنطلق يوم غد الثلاثاء فعالية منتدى وثيقة المدينة عقد المواطن الأول والذي تنظمه إدارة الشؤون الدينية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمشاركة عدد من أصحاب الفضيلة والعلماء والدعاء والمتخصصين من داخل المملكة وخارجها هذا المنتدى يهدف إلى بيان بأن حضارة الإسلام قد سبقت غيرها بوضع المواثيق والعهود التي تحفظ حقوق المواطنين في الدولة أو في المجتمع الواحد فكانت صحيفة المدينة أو وثيقة المدينة والتي يثري البحث فيها مجموعة من الباحثين والمختصين والشرعيين وأيضا القانونيين في هذا المنتدى من أجل أن نستجلي ونستوضح ونبين بنود وثيقة المدينة التي وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم لما انتقل من مكة إلى المدينة فوجد أن مجتمع المدينة المدينة المنورة وكانت تسمى يثرب سابقا أن فيها تنوعا تنوع من حيث أن فيها مسلمين وفيها غير مسلمين حقيقة نحن نفخر كل الفخر ونشرف في مملكة البحرين أنها أيضا سبقت غيرها بوضع ميثاق وهو ميثاق العمل الوطني وحينما تريد أن تقارن وتبحث في هذا الميثاق وتجعل له إسقاطات من خلال وثيقة وصحيفة المدينة تجد هناك فعلا تقارب بين هذين الميثاقين صحيفة أو وثيقة المدينة وميثاق العمل الوطني الذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة المفدى حفظه الله تعالى ورعاه ملك مملكة البحرين والذي بدأ بعهد جديد لبلادنا الحبيبة بوضع هذا الميثاق الذي ينطلق أساسا فحواه من وثيقة وصحيفة المدينة فكأننا نواصل في هذا العطاء الحضاري ونواصل في هذا الإسهام الحضاري التنموي منذ بدء الإسلام إلى يومنا إلى انطلاقة جلالة الملك والقيادة الموقرة في الانطلاق الحضاري الإصلاحية بميثاق العمل الوطني الذي حفظ الحقوق وبيّن الواجبات وجعل وحدة المجتمع هي الأساس والتعايش ما بين جميع مكونات المجتمع من أصحاب ديانات ومذاهب وحتى غير المسلمين هذا نجده أيضا موجود في وثيقة وصحيفة المدينة ترجمة نانسي قنقر